مبروك 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 عليكم يا شعب مصر مبروك مبروك يا أهل الهرب وبنينة نصر يا اسم غاني يا سعودية أصعرنا كلها حمية سرونا بس يا فندية وحترجعوا أحلى هدية من السعودية 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 بس قبل ما نبدأ احنا معنا ايه هرحب بأستاذ خميسي الباشا مدير عامل الشركة السعودية اهلا بيك اهلا بيك يا استاذ محمد واهلا بكل عزائنا مشاهدين الحقيقة احنا جايبين لحضراتكم النهاردة طقم الحافل أطفال تمن قطع طقم الحافل أطفال تمن قطع لكل البيوت لكل العرائس اللي بتجهز قودة نوم أطفال جميلة ولسه هي بتجهز لكل ست بيت عايزة تعمل حاجة لمسة جميلة قوي 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 في قدود أولادها طيب احنا رضا جايبين لحافل فايبر اللي الشركة السعودية اشتهرب بيه الأيام الأخيرة ومن زمان الحمد لله بقالنا فترة بعد ما حققنا نجاح جامد جدا في اللحافل فايبر في مصر وبرى مصر كمان فكرنا نعمله للأطفال ايه لبقى الموضوع تفضل لا اكمل على فكرة جماعة من ساعة احنا ما عملنا المعرض بتاع شراء الهرم وبقى في عمر كتير يجوننا والحمد لله معظمهم بقولوا احنا عايزين محمد يتكلم وعايزين يسمعوا منه كامل انت يا محمد انت مش تتكلم لا طيب النهاردة جماعة جايبين اللحافل السنجل اللحافل السنجل ده اللي هو اللحافل الأطفال كتير من الناس بتبقى العرائس لو جدنا حتة العرائس أول ما الجواز بتودوا ويفكروا هنجيب قطة الأطفال على مين المهم بيستقرروا في الآخر وبيقوم كاتب القيمة والقصة اللي انت عارفها اللي بتحصل خلصنا من ده يجوا بتحطوا قدام عقبة هنفرشها ازاي كتير من الناس بتليهم جابوا حاجات كبيرة فتلاقيها مش لاقي على قطة الأطفال صحيح فاحنا فكرنا قلنا طب ما هنعمل نفس اللحافل فايبر وما سكتناش بقى واريتنا سكتنا احنا سكتنا لا جبنا الملاية وجبنا المخدة وجبنا الخد دي دايما احنا قلنا ان الشركة السعودية كل انتاج اللحافل فايبر يا جماعة من مصنعنا اللحافل أطفال يا جماعة بيكون عبارة عن متر ستين في متر ستين فبالتالي يبقى أطفال خمس سنين سبع سنين عشر سنين طيب تيجي انت تتفاجئ ان انت عندك مثلا حماتك عندك ضيف عندك اي حد فييجي ينام على فقودت الأطفال المفروض شفت بقى الكلام ازاي لكن اللحاف اللي احنا جايبينه لحضراتكم النهاردة هو لحاف سنجل نقول مقاسه المقاس بتاع اللحاف بتاعنا لحاف متر تمانين في مترين اربعين انتو عارفين اللحافل الكبير اصلا كم؟ برضو مترين اربعين هيجي لحضراتكم اتنين ملاية ممكن نقول طولها وعارضها عشان ما فيش شركة تطلع في تلفزيون هيجي لك تمن تطم ملايات خمس تطم ملايات والاخر يجي لك حاجات مش عايز اخش فيها لكن الملاية بتاعتنا طولها كم وعارضها كم؟ الملاية يا جماعة متر تمانين في مترين اربعين واللي حاف متر تمانين في مترين اربعين لو تلاحظوا ان انا اول مرة اقول مقاسات في الاعلانات بتاعتنا لان الحقيقة انا تعبت احنا يا جماعة انت بتشتري من الشركة الصادية انت بتشتري بالضمان انت بتشتري من المقر لو انت عايز تيجي المقر عندنا في 32 شرع الهارم تقدر تيجي المقر اللي احنا بنصور فيه دلوقتي ده لو انت عايز تتصل بالتليفون وتجيب مقاس وتقيس الحاجة اللي جاية لك انا 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 بقول ده انا هاية انت انت بحسسني ان فيه ما حاجة خطيرة يعني حسستنك تنمشي العملة استاذ محمد العملة بيقولنا المعرض والله بيقولوا على حاجات غريبة جدا لو سمحت انا بقولك عفوا عفوا في متر تمانين في مترين اربعين اتنين خددية اتنين مخدبة اذا سرير الاطفال سرير الاطفال ايه اذا قوضة الاطفال بقت كاملة تماما 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 لكن خلينا اقول على حاجة قبل ما تخلينا اقول على حاجة قبل ما تخلينا اقول على حاجة يا جماعة احنا دلوقتي بنصور في قسم الاطفال انتو شايفين لي حفا فايبر بس عندنا حفا فايبر عندنا مليات عندنا كوفرتات عندنا كل ما يخص فرش قوضة طفلك موجود عندنا الانسب كل ما يخص الطفل نفسه يعني مثلا البرنوس موجود ممكن في السرير دي كمان موجود طبع على فكرة السرير دي يا جماعة احدى منتجاتنا السرير دوت يعني لو فيه كان عندي عميلة النهاردة بتقول انا عايزة هتاخد الاتنين سرير دول عشان اللون اعجبها بس كم عاكم دينو فيه فيكم دينو ممكن دي فيكم دينو دي دي زيادات احنا بنطلبها عايز كمان اقوله على حاجة اللي حضراتكم شايفينه قدامكم دي المراتب المراتب الاطفال دي برضو احد منتجاتنا وموجودة عندنا ايوة يعني هات حت الحطان يعني هم يجيبوا حطان قط الاطفال بس كده حط حطان قط الاطفال وهات الطفل والبقى كله علينا حطان اللي هيتصل بينا هيجيله شنطة كبيرة زي دي كده شفتوك الشنطة دي كده ايه عارف ليه عشان فيها كل حاجة اول حاجة تبص عليها عفوا 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 اللوجو ده اول ما يجي لحضرتك المندوب امسك الطقم بتاعك هتلاقي عليه اللوجو ده اذا انت بتشتري من السعودية عايزين بقى نعمل حاجة كميلة قوي في الايام اللي جاية دي كلها هنبقى عندنا شعار واحد طبعا حضراتكم عارفين ان الشركة السعودية عندها شعار هنا في المعرض احنا متخصصين في تجهيز العرائس لكن احنا شعارنا في الفترة اللي جاية استاذ محمد انت بتشتري من السعودية عايز تيجي تعالى عايز نجيلك نجيلك عايز تجرب جرب اللي انت عايز نعمله وعمله احنا واسقين في منتجنا واسقين في جودتنا واسقين في اسعارنا لأول مرة هخلي محمد موسى هو اللي يقولكو عالسعر لان السعر حكاياه بقولكو كل الناس اللي بيشوفو حلقتنا النهاردة وامتابعين حلقة شركة السعودية الخاصة بالاطفال بقولكو سعر حلقتنا سعر حلقتنا ايه سعر منتجنا النهاردة ايه ايه اعرفش فيح والله ما اعرف طيب على فكرة احنا اسمين العرض اتنين اللحاف وملاية وخددية ومخدة دول احنا مقدمينهم النهاردة في عرض خاص جدا بمئتين جنيه فقط كل اللي هيتصل بنا هياخد لحاف وملاية وخددية ومخدة انا كنت في سمتر النهاردة مشهور قوي قوي في مدان الجيزة بابنا كبير يعني واتلعت لقيت ان المنتج ده والله ازان بقولكو بثلتمية وعشر احنا بنقدمه النهاردة حركة غريبة كل ما نصور منتج يسيبني ساعتين كده جماعة ويقعدوا ليف انت فين قولي بعمل حاجة فالاخر شوف انا اليد ده هنا بسرعلي فلان لحاف وملاية ومخدة اخذية كل ده بمتين جنيه لا، ما انت قولت دول صاقمين يتفعو 400 جنيه لا، كل ده بمتين جنيه وكل ده هدية مجانا عليه يا انت إلهة باقي! اللي يلحق يلحق يا جماعة والكازيون气 يبتده! ده الشركة السعودية هكَسَر الدنيا لا تقول لي ر爸 وجيت السعودية قيارة البيت والله حلو والله يا حلو دي لا تقول لي راحت وجيت السعودية قيارة البيت وانا مش عارف اقول ايه كلمونا على رقمنا اللي قدامكم او زورونا في 32 شرع الرم او اتفرجوا على حلقاتنا على كل القناوات الفضائية او زورونا على موقع الشركة السعودية واحد لسه فتح التلفزيون دلوقتي حالا بيقول ايه الموضوع الجميل ده بس استنى استنى انت تعمل حاجة حد فتح التلفزيون حد بفتح تلفزيون كده ده قديمة او دي دي حد بفتح تلفزيون بيقلب بالريموت هتلا بدول حد يبفتح تلفزيون ده شغل زمان يعني اتقنات تانية حد يبفتح التلفزيون دلوقتي بيشوفنا بتقولوا احنا الشركة السعودية ومحدش اتخد انا بنصور جوه ومعرضنا جوه مكاننا جوه شركتنا زي ما قلنا عندنا مصنع جبناه قلنا عندنا معرك جبناه قلنا عندنا موقع على الشركة السعودية وحطناها جايبين لحاف الاطفال رسوماتها تقسر الدنيا السعر 200 جنيه وعليل حاف تاني يعني الحافين ملايتين بمخداتهم بيخد دياتهم نعم السعر 200 جنيه زي ما محمد قال لكن انا عايز اقول اول ما هتخش من الباب هتلاقي ايه مجموعة فوط وبرانس وحاجات قسم وبابريات مالكش دعو بيه امشي على طول هتلاقي على الايدك اليمين مجموعة ملايات وشو وملايات وامترزة ومشي على طول هتلاقي برويز وفيها شو ولا يهمة هتلاقي قدام منك ستير وحاجات صفرة وحاجات نشو وحاجات مذهبة نعم فالدور اللي فوق برضو ولا كأنك شفت حاجة هتنزل بقى على تحت هتلاقي اول ما تخش على تحت هتلاقي على ايدك الشمال مالكش دعوة بيه خالص امشي على طول اكيد الموضوع مش عندك خالص لغاية ما تلاقي على ايدك اليمين لا انا واقفك اليمين قسم الاطفال قسم الاطفال لفي وشك قدامك هتلاقي قسم مفارش العروسة قدام انا عايز طاقم الحاف الامير لا لا لسه مكاملشت خريطة مع شام حادش نيطوك يمشي على طول شمال هيلاقي ايه ايه شمال هي اهو العرايس شمال المفارش العرايس قدامك قدامي بطاطينك لحفتك ملاياتك كوفرتاتك كله موجود وفي وطأك بشاكيرك الموضوع جامل جدا كوفرتاتك معاك اهلا بيك اهلا بيك يا جماعة في معرض الشركة السعودية وزي ما بقول كل حلقة انا قصو الخميس بنكون متواجدين لفترات كبيرة جدا جدا جواه المعرض وده حصل لي برضو من فترة في الناس كتشتريت حاجات وانا خميس احنا بيخلفني في الجزئي دي انا ليه رأي بصراحة فممكن تقول لي ولها مش حلوة فبياخدوا برأي احيانا فانتو تعالوا وإحنا هنساعدكم في اللي بيجهزوا قوادهم العرايس كل ده بيمتنجين ايه عفوا انت بتشتري من السعودية بقولي كل الناس اللي بتشتري من التلفزيون تتأكد ان احنا الشركة السعودية وما بتشتريش من الشركة تانية وتقولوا ان اشتريبكين عندوكم اللي عايز لنا في المعرض يا اهلا وسهلا اللي عايز يشوف موقعنا اهلا بيك عايز يشوفنا في التلفزيون يا مرحبا عايز احنا نجيلك يا مراحب اطفال صوارين بيجولي هنا المعرض دايما وبيعجبهم اول حدوتة دي انا بعمل كده وكده دي هم كل يعني هم عارفين انا بعمل كده لمين هم حبيبي وانا قلت لهم وعطتهم وطولهم انا الحلقة الجاية لازم اعمل لكم كده فانا بعمل لهم كده شكرا لكو استاذ محمد وشكرا لكل عملائك وانا بخصوصي ميش اعمل حاجة لا اصلا هم قالوا لي هم بيجولي هنا بخصوصي اعمل لنا باي باي انا بعرفت القصة عمل لنا باي باي هتحب تقول حاجة بناختي من الحلقة؟ اشكرك استاذ محمد واشكر كل عملاء الشركة السعودية على ثقاتكم الغالية في منتجاتنا مع وعد بمزيد من المنتجات الجيدة والاسعار الجيدة شكرا لحضرتكم في نهاية حلقتنا باشكر كل الناس اللي تابعونا النهاردة وشافوا مفرش الأطفال اللي احنا جايبينه قاسف لحافل الأطفال بالألوان والرسومات اللي كل الأطفال هتحبها مستنين زياراتكم لينا في 32 شرع الهرم او اتصالكم على رقم تلفون اللي هو 33 25 25 25 او زياراتكم لينا الموقع الشركة السعودية اللي فوق رقم التلفون مستنين تلفوناتكم بسرعة وزي ما قلت في وسط الحلقة انا السخميس بكون متواجدين كتير جدا جدا جوا المعرف كان معكم محمد موسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبروك 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 عليكم يا شعب مصر مبروك مبروك يا أهل الهرب وبنينة نصر يا اسم غاني يا سعودية أصعرنا كلها حمية سرونا بس يا فندية وحترجعوا أحلى هدية من السعودية 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 السعودية